حديث أكثر حول هذا الموضوع أسعد باستضافة الدكتور حسين منصور خوجة مختص في أمراض الحساسية والرب أهلا بك وبك أهلا خطيحنا عن صباح الخير وجمعة مباركة نعم التزامن وفصل الشتاء يكثر الحديث عن أمراض مرض الحساسية لو نتحدث عن أسباب مرض الحساسية عند الأشخاص في الجزائر وماذا عن الأعراض؟ نعم تفضل أنا ماذا بينا نبدأ بالأعراض نعم يبدأوا نسقصوا المريض نسقصوا دبر على الأعراض دياله نعم وهذه عندها همية كبيرة لازم كل مريض واحتى للأولياء بتاع المرضى واحتى واحد مملكوا المجلسي عنده الحساسية منفعة عامة نعم لازم يعرف جميع أعراض تاع الحساسية هذه نقطة مهمة وعندنا 25 سنة وحنا نهضر عليها وفي العدد الأول بتاع المجلة تانا ديجاه أنا شخصيا جان سيستي باش تخرج المحاضرة اللولة على وعندنا حتى محاضرات ونبدأت مجهود ودرتها ترجمتها بالعربية كل كل هذه المحاضرة جلنا مؤتمر في سوق حراس عاولنا فيه الوالدة كل وقت ربما عندها ست سنوات معا معا الطبات على المدارس حضروا كل مسؤولين تاع التربية على مستوى الولايات من الفضل سيساعدا قوجيل يدخلوا بالخير إذا خرجنا ذاك الوقت عدد رقم 12 ويندرنا قريب 50% تاع المجلة بالعربية والربية وفيها تنجمي تقولي 50% ناس صايح لو تحدثنا عن الأعراض دكتور الأعراض نبدأ لازم في التربية الصحية لازم يعرفوا الأعراض ما لازمش نخلطوك لازم نعرفه الناس تخلطوا بين ديقة وبين لابرانشيت وبين لابرانشيت وبين لابرانشيت يخلطوا بزاف احنا لازم نوعيهم بارسكو كي تكون الخلوطة اشتما هدرنا عن الدول كي تكون الخلوطة تكون الخلوطة في الدول نعم وزيدهم بعد المشاكل اللي يجو مرضى كشي دونك هادش العالمة البسيطة لكل واحد اللي مارس الحساسية كل طبيب يكون جنراليست ولا سبيسياليست ماشي شرط يكون خاص تالح الساسية لازم يعرف هادي لازم نعرف هادي لازم نعرف قاني درنا هاكي ميقولك الطفل كي يدخل لدير هاكذا كيش غول لأو صحف كالك صباح الخير وعطالك دياجلونستيك هاكيش خصتي المرض والطفلة ديران جنرال هاكذا الحق تبدأ هنا بسك النفوة اللي بلو سنسيبل ساسيا يدجحالا تحساسيا تالعا كتر مزززيلي كتر مززززيلي كتر مززززيلي كتر مززززيلي كتر مزززززيلي ما يعني هل يمكن انهه الجميع أنه يسمى المعينة أشكر أنه يسمى المصرح الخاص لكوهنجيس المحلح الخاص لكوهنجيس المحل الأوضنجيس المحل الأولى المحلية كما نستيققيا نحن ن现م المقعدة لكوهنجيس هذه المعروفة في الطب تقدر تجيب مثل أسباب تقدر تكون انفكسيوز تقدر تكون أليرجيك والأورول والاكمبوزانت إيسانسيال في الأليرغولوجي هي الالتهاب مهما كانت المكان تحا تعالعين ولا هي الدرماتية هي الأكزيما دونك هادي إيت إحنا وبعد ذاكي نشوفه بارزمبل سينوزيد نشوفه ها جاي دون القدر انفكسيو أليرجيك هادي معلومة مدوها نقطة هامة 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 لما قلتنا في دورة خمسة وعشرين سانة لنكون منطقي ونعاون المرضى بصفة منطقية وصافية هدا هو صحا دونك لبيت سينقانتي ننتروج يبدأ كينا الحمى كي تكون الحمى باينة بلسينفكسيوز ومام هاكذا تكون الحمى سي لاغريب سيفيرال ما نمدوش لانتيبيوتك صحا دوك هاد الافارانجيت ولا الغينيت اللي تجي تنك انتهى بل الحمى هذه واحدة دونك ما تكونش افكسيوز نا و تتكرر و تجي في بعض الاحيال معروفة تولي تتكرر على حساب لزوكازيون تعل مريض قال هاو هاكذا و هاكذا و هاكذا دونك بينا لا لغشي دونك ديج بينا التريق هايا نولول ريكابتولاتيف دونك هاو هدرنا لالعباتولوجيه غير يك عندنا تانيت هايا الربو هاوليك الربو هاو نولول الالتهاب هاوليك هايا انا انا برانش كوبة كيفاشي قولوه نكوب ترانسفرسال محسوب هايلك مثلا هايلك القاسابة لاقوية ينقطعوها هاكذا ترانسفرسال هايلك وجتمد هايا هاولو بلو هادا بلهوه راه راه يمشي بصفة عادية يدخل الاكسجان ويخلص ويخلص غاز كاربوني يخدم صح نعم تك دايما وكي بدى الالتهاب هاو كيفاش تبوشه دونك يولي مايتنفسش ملايك الالتهاب تنجمي تقولي ماكاش احصائيات من ثمانين في المئة هو اللي يكون سبت على الضيقة والالتهاب هي حساسية دونك كيفاش جي بنا نقوله حساسية ماشي ضيقة حساسية كيت حكم القاسابة الهوائية هي الضيقة برق عندها درجات عندها درجات درجة درجات فيما يخص الالتهاب واحدة ومن سنوش تيتبوشها الحكاية اللي اهدر السيد هذا اللي قال كان يدي ولده كان يدي سنين وسنين بس مكنش يدي الوقاية وخلطه في الدواء سوء التشخيص شو تصغير العلاج العلاج تنجر الملائم نعم دكتور بحسب التقرير هناك مرضى يتكبدون مشاقة التنقل من الولايات المجاورة بسبب شو سوء التشخيص ما تعليقكم ايو احنا هذا المشكل هذا سوء التشخيص تكلمنا عليه انا شخصيا تكلمت عليه قبل ما نكون الجمعية ودك الشي لنا داولي وقالوا لي عندك كفاءات نعاونوك درجة جمعية نعم تفضل احكي لنا على سوء التشخيص دكتور سوء التشخيص هدايا راح على مستوى القطر الوطني ما زال ما زال كان سوء التشخيص ما زال وهو ما ما يعرفوش كان يجي يقول لك عندي لا قريب ما عنديش لازم لانه طريقة العلاج تختلف من طبيب الى اخر يقولوا العلاج ناقصين معلومات العربية لازم انا لو كان نحب نعاول المرضى على مستوى القطر الوطني في الميدانة الحساسية انا كلمتي لي نقولها مازال هي هي لازم نركزوا على التربية الصحية هذا ما كان هدا ضاميري ما يسمح ليش ما نقولش هاد الشي صحة صحة يجيك المريد يقول كان عندي لا قريب ولا كده برانشيت ولا تشوف في الوردونس قبيب لي ما يدرش الانتروجاتور في الاليرغولوجي لها كوتيد لابلاك الاليرغولوجي ما هوش تاست وروح ماشي لابوراتور بلوميتسان اليرغولوج قلت هاو نعودها دير الانتروجاتور تعاك عاون المريد صحة كيشوف كيشوف الدوا هادوك كان دوا تعد ديقة والمريد ما على بالوش كيفاش نعتبروها هادي كيفاش نعتبروه ويقولك لا لا ما معديش ديقة وهو يضرب الدوال الاقوى لقورتيكويد هادو ما هو متعد ديقة القاسية جعب نعم هنا تدخل في سوء التشخيص سوء التشخيص كل طبيب كيفين اذا كان المريد في حالة النوبة كيف يتغلب على ذلك بماذا تنصحون وش النوبة وش من النوبة نوبة حساسية او الكريز ايه دوك ستبون الاعراض تاعو الاعراض دوك النوبة هادي كي تكون على ما تخفيف هادي ما كحتا مشكل نعم النوبة شوفه النوبة هادو ربنا ناخدوه بسبب المثال ديقة ديقة هنية شماتيكو كانت لاتا تخوستاد هاي النوبة وراهي استدروج وحنا عندنا وسائل باش نديروا تشخيص الملائم وعننا وسائل باش نديروا العلاج الملائم وعندنا وسائل باش نديروا التكفل الملائم هكدا ما نخليش يدوره هنا أنا ما نخليش المرتاعي يدوره هنا ما يعرفوني مدد 25 سنة ما نخليش أنا ديماً ما بكي يكون هنا يجي كاش ما جميش نعرفي دوره هذا السرس هذا كذا يلقوا شو يتمسكين صاغي كالي أرباره ما يديرش الدواء إيبا نديرول من جود تعناقع على رشوفي في التنفس هذا عندهم يكبير دكتور هل بعد عملية تشخيص المرض يمكن أن تصفون للمريض الدواء يمكن من خلاله المريض أن يتحمل وش ما كانش يتحمل يعني الحاجة اللي كان عنده حساسية منها واللي ما عندهش حساسية منها هي هادو كبا كيدر تاكفول لازم إحنا ديما نصحوهم ما يبقاش بالأدواء أنا ديما نقول لهم ما بتكونوا ريحتوا لازم بتكونوا نعيدر لي كونتخول وما بيكون مليح ونصي جامع أو سافر يكون عنده على الأقل زوج دوات لثلاثة يديرهم عنده ضرورة وأنا دايما نفهمهم شي باسيت جدا يفو بخون لطن فيك للمالاد سيدخيز امبوخطان لازم نعطوه لوقت للمريض ما يعرفش للمريض للمريض يقولك أنا أنا أقدم ما قالوا ليش هكذا شحال مختار يجيني مريض لابكم يا فو يقول لي أنا عشرين سنة معمر وما هدروا لي هكذا وعلاش وعلاش نسق سنة وعلاش واش وليت أنا وزيد مرات كي نحضر أقدان وإحنا لي ماشي ملاحي يا للأسف نعم صح دوك نقول لك دوك نقول لك دوك نقول لك احنا نقول للمريض يجمي برا بأنسو كي يقول لي لأنتي يشرب غير دوة واحد وره لا بس واش زيدي وشكون يضمن ما يمرض شكون يقدر اليوم هون لحل عشيه ورحة بانديسي وعل ما لازمش نديرو هذا لالرجي بليستان نحن نديرو نجو تعنا باش لازماتيك يداوي يداوي بأقل دوة ويقرأ بصفة طبيعية ولي يخدم يخدم تانيت بلا ما يتعطل على الخدمة ديالو بانديسي ندف الليل يدي وليدول سبيطار وماكش هاد الدوة قاوي ويدير رياضة نورمال كل شي نورمال نعم عادة ما يتسأل الجزائريون عن مرض الحساسية هل هو مكتسب أم فطري صدر ولا جيمة مدم إيريديتر نعم عنده دور تعل إيريديتي كينا دور تعل إيريديتي كينا الدور عندنا لهنا ما دلناش تطابلو هادا كي مثلا أو طفل يزيد طفل يزيد على نيسانس ولكن تديجا كينا حساسي عند الأم عنده عنده ريس كيدير لاليرجي وقد ما تكون حساسي كينا عند أعضاء تعلها العائلة يزيد ولا دو تخرج نعم سنة يكمل لك سنة يكمل لك هادي كي تكون الوراثة كي تكون ما كيش لاليرجي كين مراتون ما كيش لاليرجي عند عند لاليرجي يخرج لاليرجي سنة يكمل لاليرجي سنة يمكن لاليرجي 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 تكون لاليرجي هادي كيش تكون لانجم يعرفه cuid لديفينيسيون دلازم دي نوريسون ماشي غير بين عامين واربع سنين ماما لا ناسانس انا يجيبوا لي مرات عشرين يوم كيف ذلك دكتور اي خاطر اشتورت دكتور اواش هننا نقول الظروف الخارجية ماشي غير الورث تلوث تلوث والعادة العادة الغادية وكل شي حاجة ولا ولا ناس تعيش بزا في الداخل ولا المراجل 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 تخدم كلش جيل عشية كلش مغلوق نعم الدكتور فقط في عجالة نصائح لمرضى الحساسية نصائح عامة نعم انا نصائح عامة كما راني كاتب بهنا دك نعود نقراهم لك هادو ما عندو مهمية بالرومية من الصح دكتور من فضلك بلغة العربية وفي عجالة فقط شوفي لازم نعرفه بالحساسية حساسية اللي معروفة اكثر هي الدقة الحساسية اللي نتناشرة بل بزاف هي الحساسية اللي وعلا العلاجة اللي اختيكاغ دك الحمورية اللي اكزيما باشي اللي اكزيما الحمورية دك اللي اختيكاغ نعم كاين بزاف اللي توفاو كاين بزاف اللي توفاو كاين بمشي غير خلوطة في الدواء ولا صحة دك هنا يا على هادو ما نهدرو على الاخر ووش حبيتي تقولي لي على ال ايه على وش نقولو لهم المريضة سكو انا كيجي نشوف نميزو نشوف ولا يعرف المرض يالو ولا ما يعرفش المرض ديالو على بالي نحبس في المرحلة هذيك باش نزيد نفهمه وبعدك نشوفوووووش تقلووووووو 그리고ي عرف الدواء ثم نيربطوووش لازم نيربط بين الدوا والاها ولؤ Savick ما يضربusto الدوا هذيك برق ضرق بوط زرقaaa بنباكτεا لا لا تقلricht الدوا تعرفووووو cojay نفاع كيفاش تضربي الانتيبيوتيك في الالرجي مدخلش في بال هنا الالرجي ميكروب ماشي ميكروب يا ناس الالرجي تجي حاجة رد فعل طبيعي نعاونوه باش يحكملي كيلي وحنا نمدرول الانتيبيوتيك دكتور نظرا لديق الوقت ما عليش يزيبو تلقى اخترقها احنا رالجينا في مصلحة في مصلحة البلاد من نحصة المرضى في مصلحة العلم دكتور مصور حسين حوجة مختص في امراض الحساسية والرب شكرا لك على هذه التوضيحات وشكرا لكم على الاستضافة ورانا في الخدمة في اي حجرة هنا ان شاء الله شكرا دكتور في سبيل العلم